ماذا كنت عملت فينا؟ أعلمتش شيئا، ما بدأتينش لقبض ثلاث جيني لا بعد ما نخلص والله وعد وعد أنا عندي حصالة مجمع فيها حاجات أكسرة وأديك كل الجواة أولا مبروك يا سحرية الجنوب ربنا يخليك مرسيني مكسرة الدنيا وبتالي أنت حاسة حاسة بالنجاح وحاسة برد فعل الناس الحمد لله ما كنتش متخيلة النجاح ده كلنا ضعبنا جدا إذا أصعب حاجة عملتها مساعدة ما بدأت التمثيل لحد الآن بصراحة وإحكي لي كده كواليس العمل لأن إحنا قبل ما نصور قلتلي نوع العدسة اللي بتتلبس والعياط الدم يعني إحكي لنا التفاصيل دي إنها حاجة مرهغة جدا ولازم الناس تبع عرفها هي العدسة سميكة جدا وبعدين بتحط عليها قطرة دم فبتلزق في العين عشان أشيلها لازم أحط ضفري تحت العدسة عشان تطلع برا برا عينيك وبعدين وبعدين هي تقيلة على عدلة العين وأنا كل نظراتي بالعين متلقا متنزل الجيم لو أحسن عدلات العين مش قوية ربنا ما عمل بسياريش على نعفل كده يعني بغض النظر أن فكرة سحارة الجنوب مسروقة مسروقة مانين يعني عارفة أنت كده طبعا لا والله أنت متعرفوش ولا إيه لا لا دي فكرتي من ثلاث سنين أنا عامل حاجة كده تكاد أنا كنت عاملين جروب على الواتساب كان عندنا بنت زميلتنا كده بتؤمن بالأبراج والفلك وبتأكلم تسمينها سحارة الجروب وبعدين أنا كدبت الفكرة ورق كده درافت يا تسرق طبعا أنتو عملتوه بس أنا معديش مشكلة طالله ما تنجحي أنا والله يا روحي مشكلتك مع البودتك مش معي مشكلت مع الجروب أصلا حفركشنا الجروب بعد كده وأنا ليه الجروب يعني أنا ركبت على أميك خلاص طيب أنت بسحارة الجنوب ما فيش بقى إغراء ما فيش بقى حلاوة ما فيش استعراض بشكل وبتاع يعني طالله ليه؟ حراب عليك يعني ليه تعملي كده ما هو أنا أنا ما عملتش حكرة ما عملتك على أيام كلمني شكرا يا رجل وميك يا إه؟ ما مشهد واحد تتكلمني شكرا أنه من ساعتها ما عملتش حكا فرمس وانت بساونا بالمشهد هذا في إيه جيل لأ يعني أنا بص عملت دوران شكرا من غير ميكب وخات دامة ورقاصة وبيعت فول في عبد الموتى يعملين وبدون ذكر أسماء ببيعت بسبوسة ومن غير ميكب وبردو مسكني في حكاية تتكلمني شكرا لغاية دلوقتي هذا حكا لطيفة الله هي روح بالزبنتك مش حلوة؟ لا فاضي يا الله لا روح مش حلوة والنين النبي حلو مع ياسر جلال وما بتتدلع عليه مش حلو لا انا بقولك النقلة نفسها يعني بس والله يا لطيفة اللي يعرف حريقة فرغالي يعرف ان انت يعني تنزلت كتير زمان مش تنزلت حاجة وحشة يعني مثلا تنزلت عن لقب ملك الجمال مصر 2001 2002 2002 2002 2002 تنزلت عن علاقتك بخطيبك علشان كلمني شكرا صح؟ هو اللي التنزل عني هو اللي تنزل هو اللي الدني الدبلون ايه فكرة التنزلات الكتير ليه يا اه لا يا موضوع ملكة الجمال اه كانت سانتها المسابقة كانت متهاجمة جدا وكانت في حاجة حصلت على مأذكر في فلسطين فأنا كنت ساعدة في منتخب مصر الفروسية ومش في دماغي خالص ده قبل التمثيل قبل حاجات كلها قبل حاجات خالص فأقول سابو انا على ايه انا عشان تتكلموا على يال فأتضلوا التاج وسبووا لي شارع فيه وسمعتي انا مش عايزا فتنزلت عنه اه كلمني شكرا اه خطيب فيه كنتم مكتوبة ساعتها دخل معايا اول يوم يعني اول يوم تعرض اول يوم عارض ما حضرش معاكي تصوير ولا شكل حاجات لبس في العبد الخاص فاستدم بالمشهد فاتلعد داني الدبل بلا طافة كده فيه بوب كورن في القعدة ولا ما ما جابلكيش هو حاجة انا ميتعب يا عيندو خارقتم باب السينما اداك الدبلة اه ايوا مستنىش حتى مقص اه 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 فيش لا اقول دبلو مش كانت بالضيئة عوي منه اول مش هك انقاصي برضو يعني ماش انت عذورية كنقاصي ليه واش انا مش دي الحقيقة مالك الحرية بس ايه لا بيعملو كده فعلا ممكن كفاية توطر ونكمل انا مبرلك الحقيقة عشان خاطر يا سبقت عشان بتقلب غباوة معاي احادي ما ايش خلينا نكمل كده احنا مش نجوه الحيطة اوكي يعني اه انا متلصم يعني ما تضغطيش على الوتر دا خيب تم تسع سنين بتلعبي بتركاب خيل اي صح اي مين اللي علمت اول مدرب كان اسمه ايان كير من ايرلندا ماش ده اول حال يعني مين اللي اختار الرياضة دي انا انت اللي قررت من انت انا انا لنفسي اه ايه اللي شادك فيها طول عمري بحب الحقيل وبحب شكلها وبحب اتفرج على الدرساج والجومبيج فكان نفسي بقى فارسة عندي كم حصاد عندي ستة عشين ستة عشين حصاد ماشاعد اسمهاهم ايه بقى نا كتير قوي ايه اشهر اربعة اه تامتيشن ايزي جت سكاي هاي بلاك بيلفت ده فايفورت ايه دول دول وفانيلا سكاي ايش حاجة بلاك فورست مسلا اوكي اه ايه اصمه فلدرات اصمه فلدرات ايه اصمه ايه اصمه اصمي عايز ولك على حاجة في قمز الحواجز امم احنا عندنا لما تشتري حصان قريدي متسمي امم اتسابه اذلاك ان لك تغير اسم تقليم بالجد اه والله اصلا يدخل على الخطوة دي الفترة اللي جاية انا جاية بستب لي انا في نترة السمان بس لسه فودي مربي فيه اعامل بطارية ارنب جوه متسمي ولا مش متسمي أول ما بخش طبعاً بقول اسمي أحمد رحيم بس لسه مش مش أنا عندي يقراني بكتير أعمل بطارية صغيرة كده وإن شاء الله بس يجي لي فلوس مفروض أم بي سي وعداني مع نهاية السنة تقفي الميزانية هيبقى فيه هينزل بودجت في الحساب فهنزل أجيب بقى أجيب إيه أنواع إيه إيه في الحسانة الحالفة أه 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 أعز حاجة بس تعيش عشان فيه حاجات بتتغير بطاريات كل فترة أنا عادي حاجة أتكمل بقى أنت أي حاجة هتجبها لازم تلازم تمنتو ننسى على الطول بتكلمي بجد طبعاً هتعامه كمان يعني كله طبعاً هزاري أنت بتعاميه أه طبعاً تحب يا حياناتي أنت بشكل عام أه بتتكلمي بجد أه ترترتبيت في حد منه أنا عندي كلاب كتير عندي خيل وكان عندي بغبغيل وكان عندي قطة لا يعني أمفد آخر حاجة أمفد لا ينور بصوحنا بنصور ساحرة الجنوف لقيتوه فأخدتي ربتي اه إيه اللي لفت لنظرك يا في أمفد يا أنا أول مرة أشوف أمفد فقعدتوا هنا وكان قدامي دفاي ونام ثانية عدة أنت أي حد وتعرف يوش وتشوفيت عاديينة ويه مو كان عندي كده أصول جميل أه فأي ها دي مشكلة أخدتوا البيت بقى أمفد وربتي اه ميش الكليه برضو اي ايه ايه انت ربيش إعلاميين طيب مبرم مفيش أه مبرمني اللي عندي بس ايه خلاص لا مش مشكلة تجعانوا ولا حاجة لا خالص والله لا خالص لا يا مقضية الحمد لله بيبقوا 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 احنا هنا تمام امش شايفة بدون أساعة ترأيوت في النفس امم؟ ما عزمتنيش على حاجة ولا أي حاجة بيبقوا 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 ب دي من أولى الأخيرة أخذت إعلانات ومدفوعة الأجروب أنا بؤدي نفس الداية وأنا مش أخذ ذا أنت بتسافري لندن علشان تشوفي الخيل بتاعتي أه بتسافري مسافة كتيرة كل قد إيه كل شهر كل شهر مرت طميني على ريد فيلفت وترجع إلي معاش أنا لما جالي ديسك فبقيت عضو مجلس دارة اتحاد مصر الفروسية فممنوع شارك فخيلي كلها بابعتها لأنجلترا وبعمل بريدنج ساني واحدة بتاعي بتاجر في الخيل يعني ساني واحدة بس هو أنت جالك الدسك فبطلت خيل وبقيت تمثلي أه يعني أنت قبل الدسك فارسة أه بعد الدسك ممثل أه لكن لو كانتش جالي دسك ما كنتش هبقى ممثل يعني أنت بتنسيب الفضل في تمثيلك للدسك أه أنا ممثلت أي والله والله العظيم ثلاثة أنا أنا منعينة شوفك مبسوط ها ها يعني يعني أنا احتاجي أكتر من كده عيشي معنا والخيول في لندن وعيش على أفاكي وخلاصنا أنت مش حابة الحياة دي لا لا الحمد لله لا لا الحمد لله راديا وفراج ربنا على كل حاجة الحمد لله الحمد لله أنت أنا من شكلي ولا أنا من إيه لاي راح راسة بعد ما طلعت منك اللي بس عزل طامنة سورتك كويسة لا سورتي تمام حطيت عليها البريزة فضة ولفت شاشة وبتاع قالوا لي أنها هتشفط يعني فترة وهتشفط لا لا 24 ساعة آآ خمش كتير يا رب حريامن عادتك معايا كده بمنتهى الأمانة يعني شايفة إيه موجود في أسر جلال مش موجود فيها ومش حزعل آآ آآ كل حاجة آآ أنت حاجة واحد أنت جميل ولذيذ وفزيع لا أدي حكالك هت في الأول لا مش عزي يعني يعني إحنا ستيليم مختلفين بس يعني آآ يعني هم سطف شان أبو من يومة ولد بالشكل ده ما بيحلقوش ولا بيحنطفول أي حاجة وأنا شان أبي إسرائيل مختلف بس طب ما طول ليه حكتي في الأول ما طولوا شوي طول لا أنا مقتنع جدا بنفسي كده وبعدين أنا شغال على نفسي إزاي إزاي يعني لا بقى بأنزل أروح الجيم وبقى أنت فكرك أن أنا كنت كده من يومة ولد لا أنا شغال بقى لفترة يعني فين مش ملاحظة أي حاجة طيب أي تغيير امسيكي فتلة الشعر كده إيه ده سبري ده ولا إيه سبري ولا امسيكي تاني كده فإيه بقى ليفع طيب ده كان زبان مش كده خرص ده كان ناعم وصفر أمار إيه لحصل كما فيه خيل عد على البناغي وكده خيل عد على البناغي خيل عنده إسهال فإعني أنا مش عايزة أقرفكو أرام عليك الخيل ممكن يقتلك لو سبعك بتقول كده يعني حرية قبل ما نقوم نلعب اللعبة بتاعتنا اللي متعودين نلعبها أنا مش حارب نلعب اللعبة دي على فكرة على فكرة دي سهلة جدا يا سلاح الله العزيم سهلة جدا أنا فشل زريع يعني أني قربة مع بعض بس أبل أنا يعني هزي أقدم لك